احنان و سهلاً ما هو الفلق بين؟ كنن و بيسن ما هو الانترشيد بين كنن و بيسن؟ باختصار أولاً كنن بمعنى يعرف ويستخدم للأمور والظروف التي يعرفها المرأة بشكل جيد كمعرفة الاسماء ومعرفة الاشخاص والظروف والصفات وأيضاً في الامتحان كمعرفة الجواب والأماكن وغيرها ويأتي مفعول بعد استخدام الفعل كنن نور وينجي منشن كنن دي والحيي كنن وينجي منشن كنن وينجي منشن كنن كنن زي إيري شتركين وشوخين؟ ثانياً بيسن وتأتي بمعنى يعلم أو يدري وتستخدم للأمور التي يحاط بها علم قطعي غير قابل للشكل والأمور غير قابلة للتعديل كالمواعيد، التواريخ والعناوين وغيرها والتعبير عن حقيقة فالعلم بشيء أحاط بمعرفته وهو يعد أقصى درجات المعرفة siècle كنان متح profesional كنان متحافة لي ext año كنان جملك يم Lionغ艇 أحط بمعرفته إلى المعرفة كنان باشطة معرفة وآيه وسيغر سبع تعالي كنان مناس درجات المعرفة Say victو 우린 ت описании كنت ت commencer كن وديه وديه علامة كن من البرناس بعد عندما لدينا مدرسة لدينا أعرف أكثر مدرسة لدينا أعرف أكثر شيئا يجب أن أعرف أكثر؟ اشتركوا في القناة